اللي فشل فيه فوتوشوب في تحقيقه في 30 سنة شركة هكسفيلد انجزته في تحديث واحد بس تقنية الديب فيك دلوقتي بقيت تقدر تعملها بضغطة زر كان الاول بتحتاج الاف الصور عشان تدرب عليها النموذج عشان تولد صورة واحدة بالديب فيك وده من خلال تحديث واحد اطلقته شركة هكسفيلد في اداة خاصة بيها جديدة وهي الفيس سواب من هكسفيلد اللي تقدر تستخدمه في عمل ديب فيك لأي صورة بدلا من استخدام اي نموذج زكاسة نوعية تاني زي نانو بنانا او غيره لان هو بيقلل الجودة وبيفسد الصورة بشكل كبير لكن خاصية فيس سواب من هكسفيلد بتحافظ على كل تفاصيل الصورة والاجواء بتاعتها والاضاءات بتاعت الصورة وبتنقل الواجهة الى الصورة الجديدة بشكل سهل جدا وسلس بضغطة زر خلانا نتعرف على ادام التفصيل ويلا بنا نبدأ ولكن بعد الانترون السلام عليكم انا احمد ودي قناة منستر للمعلومات لأقل مرة تتفرج على قناة تاعتنا تأكد انك عمل لايك واشتراك عشان تابع عندنا احدث الاخبار عن الزكاة الاصطناعي والنماذج اللي تقدر استخدمها والادوات اللي هتفيدك في شكلك اليومي ويلا بنا نبدأ مباشرة في التعرف على الاداك الجديدة اللي اطلقها موقع هكسفيلد عملك زكاة الاصطناعي وهي خاصية فيس سواب تقدر تروح للواجهة الرئيسية وتقدر تسجل اكاونت بتاعك باستخدام جوجل وتنتقل للواجهة الرئيسية اللي ايه ظهر هنا اللي هي فيس سواب او الرابف او التعليق هتظهر لك الواجهة دي مباشرة كل عليك ان انت تحدد الصورة الخاصة بيك والصورة اللي انت عايز تكون فيها وهو مباشرة هينسخ صورتك ويضعها في المكان الشخصية بدقة عالية جدا مع الحفاظ على اضاءات الصورة مصبوطة وبشكل احترافي خلا نجرب البداية هرفع الصورة التارجت وهي الصورة بتاعت ايلون ماسك وهو لابس البدلة بشكل ده وبعد كده ارفع الصورة الشخصية بتاعتي طبعا الاداة دي متاحة دلوقتي مجانة تلات مرات على اي حساب تقدر تجربها من الرابط اللي هسيبولك في الوصف بعد كده كل اللي عليك هتضغط على كلمة فيس سواب فور فري وننتظر لحظات العملية بتاخد اقل من دقيقة بالزبط وبتلاقي الصورة بتاعتك طلعت بدقة عالية جدا بجميع التفاصيل فيها مع الحفاظ على جميع اضاءات الصورة والشكل العام بتاع الصورة بدون اي اختلاف فخلينا ننتظر لحظات عشان نشوف النتيجة هتكون عاملة ازاي ونجربها على اكتر من شكل وستيل مختلف بعد تقريبا اقل من دقيقة اعطالة الصورة اللي انا رفعتها له في نفس ستيل صورة ايلون ماسك بنفس البدلة بنفس تسريحة الشعر لكن مع تغيير الوجه للملامح اللي انا رفعتها له في الصورة الاولانية خلا نلغي الصور دي كلها ونجرب على لقطة تانية وهي من فيلم ايرو مان وهي اللقطة دي هنشيل الوجه ده ونحط وجه ايلون ماسك وكده رفعنا صورة ايلون ماسك اللي هي في الجنب اليسار وعلى الجنب اليمين الصورة التارجت اللي انا عايزين نحط الوجه ده هنا نضغط على فيسس واب وننتظر برضو لحظات لحين انتهاء الصورة ونشوفها مع بعض المميز في الاداة اللي هو بيعمل ديب فيك تماما مش بنقل الملامح بس زي اي منصة تانية بنقل الملامح فقط لكن ده بنقلك الوجه بالكامل وبيهيقلك شكل الصورة بنفس الاداةات بنفس كل حاجة ان هي تكون متناسقة مع بعضها العملية دي كانت بتاخد وقت طويل جدا وتدريب النموذج على صور كتيرة عشان يقدر يحدد ملامحك وانقلهالك بشكل صحيح لكن دلوقتي بقت بضغطة زر تقدر تعملها يعني زي ما حضراتكم شايفين نفس الفلنة غير ابعاد الرقبة وغير الشكل لكن خد نفس التسريحة بتاعت الصورة الاصلية وحط ملامح ايلون ماسك بنفس التفاصيل وشال الدقن اللي كانت موجودة وخلى الصورة مهيئة طبعا تقدر تعمل على عشان تحسن جودة الصورة ويعمل لها عشان يرفع جودتها بحيث ان هي تكون بجودة اعلى ممكن نخليها وننتظر لحظات لحين تحسين الجودة بتاعت الصورة ده واخدنا الصورة المشهد ده من فيلم ايلون ماين برضو ونجرب نحط مكانه صورة في الصورة دي طبعا انت تقدر تجرب على صورك الشخصية هنرفع الصورة هنا وبردو نحط الصورة اللي احنا عاوزين لحظات ادينا النتيجة دي وطبعا شال وجه الممثل خالص تماما وحطينا صورة ايلون ماسك بالشعر بنفس الشخصية بنفس الاضاءات بنفس البدلة يعني ما تحسش ان الصورة معمولة بالزكرة الصناعية اطلاقا تحسها فعلا ملقوطة كده كصورة خلان نجرب على حاجة مختلفة كلنا طبعا عارفين صورة المشهد ده من فيلم رامبو هنرفع مكانه صورة الطفل ده وانا عايزين نركب صورة وجه الطفل مكان الشخصية دي مع الحفاظ على جميع الاضاءات والتصميم خلانا نرفعهم مباشرة ونشوف النتيجة بللي عليك باليكي هتضغط على فيسس واب بعد رفع الصور ومباشرة زهرت معنا النتيجة دي حطينا نفس الشخصية بتاعت الطفل مكان وجهه الممثل بالشكل الاحترافي ده مع الحفاظ على الاضاءات ومع لمح الوجه مع نفس الرسمة اللي كانت على وجه الشخصية ونفس التعبير بتاعت البشرة وكل حاجة وكل ده بضغطة زر واحدة آخر تجربة معنا عندنا المشهد ده من فيلم وهنركب وجه الممثل ده مكان الشخصية دي خلانا نرفعهم ونشوف النتيجة مع بعض وبعد كده نضغط على فيسس واب وننتظر النتيجة وفي خلال لحظات بتظهر لك النتيجة بالشكل ده طبعا هتلاقي نفس المناخير ونفس الأنف ونفس تعبير البشرة مع توسيع المشهد بالشكل ده وده كانت خاصية الفيسس واب من موقع هكس فيلد اللي تقدر تستخدمها أول ثلاث تجارب بشكل مجاني طبعا هسيب لك الرابط في أول تعليق أو في الوصف كمان في ميزة جديدة في الموقع أطلقها وهي إنستا دمب لو ضغطت عليها كده تقدر تولد ألبوم صور خاص بك من صورة واحدة بس كل عليك لانت ترفع صورة واحدة وهو هيولد لك ألبوم الصور كامل بأكتر من صورة تقدر تشوف كل ألبوم هنا بصوره المختلفة سواء كان ستيلات أو صور يعني على حسب بقى ما انت حابب وترفع له صورة واحدة وهو مباشرة هيولد لك صورك بالشكل ده ولكن مع تغيير الوجوه اللي ظهره في جميع الصور إلى وجهك الشخصي فكل عليك أنت تختار نمط الصور اللي انت محتاجه من هنا أو الألبوم اللي انت محتاجه من هنا وبعدك هترفع صورك مباشرة فأنا مثلا هختار الألبوم ده اللي هو أورا فارمينج بعدك هختار على سيليك تباكت بعدك هكذا بيقول لك أبلود يرفوتو هارفع صورتي بعدك هضغط على ترايفري ومباشرة هيولد لك 14 صورة باستيلات مختلفة باستغلال ميزة الفيسسواب من هيكسفيلد العملية دي طبعا بتاخد بعض الوقت لأنه بيولد لك 14 مشهد مختلف ولكن بصورتك الشخصية في خلال تقريبا أقل من 3 دقايق انتهى من إنشاء الـ 14 صورة تقدر تعملهم دول لوت كلهم مرة واحدة وخلانا تفرج عليهم بسرعة كده طبعا هو غير جميع معلامح الشخصية للصورة اللي انت رفعتها له مباشرة وبتظهر بالشكل ده زي ما احترابكم شايفين تحس ان الصورة اصلا متصورة مباشرة للشخصية دي مش معمولة بالفيسسواب ولا معمولة اصلا بالزكاة الاصطناعية تحس ان الملامح مشارية بشكل كبير جدا وكأنها ملتقطة بالكاميرا مش معمولة بالزكاة الاصطناعية يعني الصورة دي الصراحة عجبتني تقدر تحملها بالشكل ده ودي الصورة تحسها وقعية بشكل كبير بملامح بشارية مش ملامح زكاة الاصطناعية أي الصورة على الفكرة ممكن تعجبك ممكن تضغط على الثلاث نقط هنا وبعدك تضغط على كلمة أنيميت وينيلك على الوجهة دي ولكن تقدر من خلالها تعمل أنيميت للصورة تقدر تكتب البروميت هنا اللي انت عايزه يحرق لك به الفيديو وتختار النموذج اللي انت محتاجه ممكن استخدم نموذج صورة أو فيو سري أو نموذج وان انا شايف نموذج وان هنا هيكون مناسب جدا هختار 2.5 فاست واحدد 10 ثواني خلي الجودة 1080 بعدك تضغط على كلمة ولكن الخاصية دي طبعا مدفوعة الموقع بتضيك عدد كريدت يوميا تقدر تستخدمهم بشكل مجاني طبعا عندك بيكورد ببلاش فاسس واب 3 محاولات على كل اكاونت ببلاش يوميا وفي خلال اللحظات وتظهر لنا النتيجة بالشكل ده خلنا نتشوفها مع بعض وقت لقطة وقعية بشكل احترافي نقدر طبعا نحمل الفيديو بالشكل ده وبكده يبقى انت تقدر تعمل صور ليك ومشاهد ليك لشخصيتك انت بنفس الطريقة بنفس الاسلوب اللي انا اتبعته تقدر تعملها في سس واب بعد كده تستخدم الانيميات وتستخدم الناموزج المفضل ليك انا بشوف وصورة كويس برضو بيطلع الحاجة واقعية اكتر من وفي النهاية سيب لك جميع الرعوبة اللي انا استخدمتها في الوصف تقدر تنتهل اليها مباشرة وفي النهاية اتمنى لو انت استفدت من الفيديو ما تبخلش على لايك واشتراك في قناتنا منستر المعلومات عشان تتابع عندنا كل جديد وتنضم الجروبنا للتليجرام عشان تبقى على الطلاع باحدث اخبار الزكاة الصناعية كان معاكو احمد من قناة منستر المعلومات وسلام وفي النهاية يمكنك الاشتراك في قناتنا منستر المعلوميات لمشاهدة المزيد من الفيديوهات لتنمية مهاراتك شكرا لكم على المشاهدة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة